بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانبا طور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك أن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غدبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألق السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا عفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاقفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليمن اسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وَسِعَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا قرآن ini bagus banget ya sahabat semuanya terutama bagi pemula karena قرآن ini menggunakan metode tajwid dengan panduan bunyi bacaan berbeda dengan قرآن tajwid lainnya ini bukan قرآن tajwid biasa ya sahabat semuanya jadi kalau sahabat semuanya bisa lihat di bawah Al-Quran At-Tartil ini ada panduan bunyi bacaan sesuai hukum tajwidnya jadi Al-Quran ini memang beda ya sahabat semuanya insyaallah Quran ini akan memudahkan belajar memajah pelafalan bunyi bagi pemula yang baru belajar tajwid selamat menikmati terima kasih